اذا ارحب بكم وعزائنا الطلبة وحياكم والله ونقول الف مبروك بالنسبة للطلبة اللي تخرجوا جدد وبالنسبة للطالب اللي مرحلة ثالثة ومنظموا يانا ان شاء الله تتخرج وشد حيلكم وان شاء الله ما بقى شي طيب خليني بدي اول شغلة شن الاشياء المهمة اول شغلة اول شي مهم بالتدريس او كشي اساسي بالتدريس شنو هالاشياء اللي لازم نسويها كبداية طلابنا العزاء اول شغلة هي التحضير طيب شن يعني التحضير طبعا التحضير مو معناه تروح تشوف المادة وبس التحضير يشمل اكثر من الشغلة اول شغلة اليوم انت من تريد تريد تطبق التحضير طبعا التحضير يشمل قتلك اكثر من شغلة تحضير اولا اول شغلة اللي لازم تحضرها الاشياء الادوات 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 اللي لازم تشيلها اللي لازم تاخذها انت كبداية كتدريس اليوم انا اريد ابدي تدريس شلون ابدي تدريس اول شغلة لازم يكون عندي ادوات المترجم للإهمال طيب شنه يعني الادوات اللي هي كبداية كتاب الكتاب والكتاب والقلم قلم صبورة والى اخره هذن نجهزهم طلاب اخوان اساتذ انتو اليوم يعني قبل لا تروح لكل شي يعني زحمة انت اليوم راح تكون استاذ وراح تروح تدرس مدرسة وما عندك كتاب شايل وياك ولا قلم ولا دفتر احتمال هذه الاشياء الاساسية تاخذ قلمك وياك تاخذ دفترك وياك كتابك وياك دفتر ملاحظات ايضا انت صحيح صرت استاذ بس مو معناها راح تعوف الملاحظات هذه الاشياء الاساسية ايضا لازم تاخذها اللي هي تاخذ الاشياء يعني تجهز حالك تشتري لك اقلام ملونة تشتري لك تاخذ كتاب مرتب ويفضل انه تحل الكتاب تاخذ الحل مالته طيب الجانب الاخر من الادوات اللي لازم تحضرها هي تحضير تحضير المحتوى طيب شنه يعني تحضير المحتوى شنه يعني تحضير المحتوى انت قبل لا تروح تشرح من المادة وقبل لا تفوت بشرح المادة بالمدرسة يفضل يفضل انه انت يعني شيء مهم جدا انه انت تحضر حالك قبل لا تروح للمدرسة اللي هي شن هو اولا يكون عندي المادة محلولة حال المادة انا شارحها فهم المادة جيدا يعني مثلا على سبيل المثال اليوم انا عندي درس بالثاني متوسط مثلا خلو نقول المضارع البسيط اوكي انتوا كلكم فاهمين زمن المضارع البسيط ولكن السؤال شلون راح الدرسة هل انه انت تعرف الدرس هذا الزمن فنصيحتي اليك تحضر هذا الموضوع شون حضرة ابحث عن اليوتيوب اذا طريقة التحضير شنية تقدر تكتبها وملاحظات يمك مشاهدة 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 درس او حضور درس لاستاذ جيد اشوف لاستاذ جيد شارح المادة اشوفه شلون شارح هذه اول نقطة النقطة الاخرى التدرب التدرب على الشرح في البيت اقعد بالبيت واتدرب علي اتدرب اني شلون اشرح بل شلون افهم المادة التحضير للمحتوى مشاهدات او درس او حضور استاذ جيد التدريب على الشرح او في المنزل يعني تروح للبيت انت وتدرب وتشرح الموضوع اللي هو مثلا خلنقول المضارع البسيط تبدي تتحدث بي الاستخدام مالة الزمن التركيب مالة الزمن ودائما تسأل الطلاب حاول تسألهم طبعا بهاي المحاضرة اليوم بالمناسبة يعني بهاي محاضرتنا يعني ايه و احنا اشوفه احنا يعني بالمناسبة انا نسيت مانطة تكمل الخطة طبعا الخطة اللي انا نسيت المفروض اقللكم اياها من البداية هي احنا قلنا تلف محاضرات المحاضرة الاولى راح نشرح قبل المحاضرة قبل الدخول يعني قبل الدخول الى المحاضرة قبل الدخول للمدرسة قبل الذهاب الى المدرسة ثانيا اثناء الدرس اثناء الدرس شون سيطرع الطلاب هاي المحاضرة الثانية شاء الله والثالث المحاضرة الثالثة توصيات 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 واشياء بعد بعد الدرس اشياء لازم يسويها بعد الدرس طبعاً هاي الخطة إلى مالتنا إن شاء الله فاليوم المحاضرتنا هي قبل الدخول فقلت لك أول شغلة تحضير تحضير شنو يعني الأدوات اللي يتحضر كتابك وقلم وترتب أمورك قبل لا تروح للمدرسة أنا يشوفوا هواي أساتذة مرات يجون يطبقونه بمدارس هل تستاذ اليوم استاذ يعني صرت أستاذ وجاي للمدرسة لا شاي الكتاب ويا ولا شاي الدفتر ويا ولا قلم ويجي يدور دفتر أو قلم هو شنسي قيمة الكتاب أو شنسي قيمة الدفتر يعني قلم صبورة أشتري لي قلم صبورة وأحضر للمدرسة طيب نجي على الخطوة الأخرى المهمة جدا الخطوة الأخرى المهمة جدا وهاي الشغلة طلاب إذا كتنتبه عليها اليوم هاي النقطة كلش مهمة وحاول تكتب ملاحظات ويايا أثناء التطبيق أنت بال أثناء التطبيق بالمدرسة طلاب تسمعون نصة تواضح إن شاء الله إخوان توساسات إذا إن شاء الله الثقة بالمحتوى الثقة بالمحتوى شلون يعني الثقة بالمحتوى صدقني لو أنت مكانيتك مهما تكون ضعيفة وش مهما تكون قوية حتى لو أنت مكانيتك قوية أو ضعيفة هاي هذا النقطة مهمة الثقة بالمحتوى الثقة بالمحتوى لازم يكون عندك ثقة بالمحتوى اللي أنت راح تدرسه اليوم آني مستحيل أقدر أنجح بمحتوى معين سواء تدريس أو سواء تقديم فيديو إذا أنت ما عندك ثقة بالشي اللي راح تقدمه صدقني ما راح تنجح فيا أخوان يعني خليكون بعلمك أوكي أنت احتمال بالجامعة واجهة مشاكل واجهة صعوبات ولكن بالجامعة خليكون بعلمك ولازم يكون ببالك قبل لا تروح للمدرسة وقبل لا تروح على شي خليكون ببالك شغلة مهمة ترى الطلاب اللي داد درسهم تراب يعني تعرف شن معنى تراب يعني يعذرون على هاي المفردة بس مستواهم جدا ضعيف يعني مفرداتهم كلش ضعيفة فهنا هنا طبعا بهيج حالة أريدك تثق بالمحتوى اللي عندك ترى الطلاب اللي داد درسهم مستواهم كلش تعبان أنت مستواك زيان مستواك جيد حاول تثق بنفسك إذا ما يكون عندك ثقة بنفسك صدقني ما راح تقدر تنجح وما راح تقدر تقدم محتوى بشكل جيد وبشكل يعجب المشرف ويعجب الطلاب فالنقطة المهمة جدا يا أخوان الثقة بالمحتوى لازم تثق بالمحتوى اللي عندك تثق بالمعلومة اللي عندك وترتب المعلومة مالتك يعني دائما أول ما طب للدرس أول ما طب للدرس تسلم على الطلاب بعدها تسلم عليهم السلام عليكم تبدي تكتب عنوان الدرس تكتب التاريخ مدرشنا وتبدي مباشرة بالدرس بكل ثقة وخلي يكون بعلمك يعني أنت مستواك زيان صحيح واجهة احتمال مشاكل وصعوبات بالمراحل الجامعية ولكن هنا الوضع اختلف النقطة المهمة الأخرى اللي لازم تسويها قبل لا تروح للمدرسة حل تمارين الكتاب أو النشاط طلابنا العزاء خلوا نكون صريحين نعم ترتيب الصبورة راح نجعل إن شاء الله باتر مو اليوم إحنا قلنا اليوم الأشياء اللي راح نسويها قبل قبل لا نفوت للمدرسة طلابنا العزاء خلوا نكون واقعين وخلوا نكون صريحين ماكو أستاذ بالدينية وكلتها يعرف يحل أي تمرين وهذا الشي واقع يعني أنا ما قدر أحل كس أي تمرين أي كتاب بالكتاب الإعدادية أو بالثانوية إذا ما أشوف الحل فالنقطة المهمة الأخرى حل تمارين الكتاب أو النشاط يعني اليوم أنت عندك الفصل الخامس بمادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط أو الأول متوسط أجيب لي ملزمة أو أجيب لي كتاب الأستاذ أو أشوف على اليوتيوب مو مهم أشوف لي مصدر مضبوط أحل التمارين وأنت اليوم متعلم أكو كلمات ترى ما تعرفن فحاولت أولا حل التمارين إذن إذن اللي راح تسويه هو حل تمارين الكتاب أو النشاط حل تمارين الكتاب أو النشاط قبل الذهاب إلى المدرسة إذن قبل لا روح للمدرسة قبل لا روح للمدرسة نحل التمارين ونشوف الحل مالتهم ونرتب الحل مالتنا يلا نروح يعني أنت ما حال تمارينك لا شايف المادة شرهية وتروح تطبق طبعا راح تواجه صعوبة طبعا راح تواجه صعوبة طيب ملاحظة أخرى عند التحضير عند التحضير عند تحضير عند تحضير المحتوى يعني عند تحضير الدرس خير نقول عند تحضير الدرس يجب أن تضع نفسك مكانه مكان الطالب يعني شلون دائما من تريد الدرس خلي نفسك بدال الطالب لا تقارن يعني لا تحسب نفسك حساب الطالب خلي نفسك بدال الطالب يعني خلي نفسي بدال الطالب من أشرح المادة بحيث أنا من أشرح المادة أقول أنا من شنو طالب مرحلة أولى أو من شنو طالب إعدادية شلون كان الأستاذ يشرح لي شنو النقاط اللي تنتواجهها عند الأستاذ وشنو الأحبة بالأستاذ يشرح لي أنا قوم أشرح مثل ما أنا نفسي يعني خلي نفسك ببدال الطالب يجب أن تضع نفسك مكان الطالب أخلي نفسي ببدال الطالب زين النقطة المهمة الأخرى النقطة المهمة الأخرى طبعا هذه هذه بشكل عام يعني هسه منه يشيره سنطيكم أشياء عامة يعني هي مو عن التحضير احنا هسه أنا ذكرت لكم عن الأشياء اللي لازم تحاضرونها بالبداية ذكرنا الأدوات وذكرت لكم أن الأدوات يعني الأدوات اللي هي تشمل اللي هي تشاب الكتاب والقلم وتحضرهم ذولة قبل لا تروح للمدرسة كتابك وقلمك وإلى آخره ثانيا التحضير للمحتوى نجي شنو تحضير المحتوى اللي هي مشاهدة درس أو حضور لأستاذي شنو نشرح المادة ثانيا التدرب على الشرح في البيت يعني بالبيت خليلك صبورة أو أي شيء وتبدأ تشرح أنت رح بكم اليوم نشرح مادة الموضوع المضارع البسيط وتبدأ تشرح بينك وبين نفسك النقطة المهمة الأخرى أيضا قلناه ثقة بالمحتوى قبل لا تروح للمدرسة وقبل لا تتوجه للمدرسة لازم يكون عندك ثقة بنفسك لازم تثق بنفسك إذا أنت ما عندك ثقة بنفسك ما أحد راح يثق بك إذا ما عندك ثقة بكلامك اللي راح تقدمه الطلاب ما راح يثقون بك الجانب الآخر المهم حل تمارين الكتاب أو نشاط قبل الذهاب إلى المدرسة قبل لا تروح للمدرسة جيب كتابك وجيب النشاط والكتاب حل التمارين وحل المادة كلتها وشوف الحل شلون يكون ووراها يعني جهز أمورك تمام كلها بحيث أنت من تروح للمدرسة أمورك كلها تمام يعني أنت ما حال التمارين وتروح للمدرسة هناك واحتمال تنحرج قدام الطلاب أو احتمال تصير موقف محرج لأنك ما حال التمارين أو احتمال التمارين هم طلاب حالينها غلط فحاول تحضر قبل لا تروح للمدرسة ثانيا عندها تحضير الدرس أنت من جاي تحضر درسك تريد تشرح على الطلاب دائما خلي نفسك بدأ للطالب احسب نفسك طالب جنة مرحلة أولى أو مرحلة إعدادية أو مرحلة متوسطة وأقول أنا من جنة بالمتوسطة خلي نفسي بدأ للطالب وأبدأ أشرح المادة زين النقطة المهمة الأخرى طلاب من العزاء النقطة المهمة الأخرى لا تجعل لا تجعل القرار بيد الطالب شلون يعني؟ حسا واحد يقول ليه شواء من يخل القرار لعد بيد الطالب؟ يقول لعد هو طبعا القرار بيدي أنا الأستاذ طبعا لعد القرار بيدي معنى هذا الكلام مو معناه الطالب هو اللي راح يقرر لا يعني إنت من تريد تحدد امتحان للطلاب أو من تريد تقرر أنه مثلا المادة كمفصل او مثلا انت تريد تقرر القرار يعني انت ما متأكد من عنده او مثلا تريد حدد امتحان او مثلا تريد حدد امتحان لا تخلي القرار بيد الطالب لان الطلاب ما راح يتفقون ابد صدقني ما راح يتفقون الطلاب لا تخلي القرار بيد طالب ابد القرار انت اللي بيدك خلي القرار بيدك وجبرهم ايه بالضبط ان ننطى مجال للنقاش الزايد النقاش الزايد تجنب من زر ويسبب لك مشاكل كالخوان 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 مال 웃 dirty كالخوان المترجم للقناة 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 حيني، زيان، هسا راح نشوف على اذا اكو تعليقات استاذ اكو مشكلة اكو طلاب مرات ينسون ما يقولون استاذ شلون نتعامل ويوهم خاصة ما افتهمت يعني شلون قصدك شون يعني ينسون قصدك، يعني ينسون بشين ومثلن بالامتحان، لو يعني يكون عدو نسيان بشكل عام طبعا هذي الأشياء طلابنا الأساسي، إخوانا الأساسية، اسموها الأساتذة، اللي لازم تشتغلون عليها أثناء يعني تدريسكم هسا راح نترك مجال لكم لأي سؤال أو استفسار، ما عرف اللي يعلق، يارث تعي تعليقك السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمة الله استاذ المدرس هو قال يعني هو يخلي الأسئلة، يعني بها الحالة شون؟ محمول؟ محمول؟ يعني ذا الأستاذ يخلى الأسئلة فأنت أخذ المواضيع اللي هو راح يحط عليها أسئلة ويشرحها؟ قل أستاذ شون المواضيع اللي انت راح تخلي عليها أسئلة؟ هيتش يعني تبارك حمزة نعم يعني استاذ احنا ما مطلوب من أدنى أنه نمتحنهم؟ لا باعك كرام عاني باعك كرام أفهم كلامي أنا بالنسبة إلي ما حددث على قضية الامتحان أنا حجيت بشكل عام أي موعد أي موعد يعني لا صح صح اه اه مقابل ضبط بعدين انت راح تصير مدرس انت باشر انت راح تخرج هاي السنة باشر ما تريد الدرس خصوصي؟ ما تريد الدرس بمدرسة؟ كلمتي عامة أنا بلي بلي استاذ نعم تبارك تقول استاذ بس مو كلش نصير صارمين على موعد الطالبي لا يكره الاستاذ ويكره المادة بالعكس تبارك هو شوفوا انت من التنطين مجال للطالب والطالبي جر طول وجر عرض هو راح يكرهيش الطالب صدقي بس انت من أنا من اقول نعم كرام استاذ مثلا احدد اي ايشي مثلا امتحان او توسع اوراق او دفاتر مثلا بدل ما اجلهم مثلا اطبق لهم مفاجئة او اجلهم مثلا باتشا امتحان كما باتشا بتوسيع الاوراق مثلا احدد موقع يعني شون موعد ايه الموقع في بينه وبينه طالب استاذ راح انقض نفسي وانت فرص للطلاب بالضبط هو انا هذا قصدي بالضبط ايه استاذ مثلا اليوم احد دخلت عددهم قلت لهم مثلا اربعة او الخميس مثلا او ثلاثة راح يكون يوم لتحديد الامتحان مثلا مثلا دخلت وقلت لهم مثلا ثلاثة اجل ثلاثة راح اقللهم اختار اليوم السبوع الجاء مثلا او اخليه الخميس اوك يعني استاذيتش راح انقض نفسي وراح انقض الطالب بالضبط ايه بس نعم باع بس شوف دائما دائما انت من تجي تنطيهم موعد يابا ترى راح يكون اوك امتحان انجليزي قريب وتحدد لهم يابا ترى بهيتش يوم راح يصير امتحان وكرار يعني اني اه يعني كلمتك صحيحة بس اكو شغلة ما اتفق وياك اللي هي انه انت اتقللهم بيوم الثلاثة انحدد امتحان راح يجونك طلاب يقول لك استاذ اليوم امتحان يابا انا ما قلت لكم امتحان لا لا اقصد بان يوم الثلاثة استاذ يعني مثل موعد مثل اسبوع الجاي احدد لكم اليوم اللي راح يصير حتى هو منت من راح تقول لهم هيك الطلاب راح يقلولك راح يسمعونك غلط يقولولك استاذ امتحان الثلاثة ان شاء الله لو الاسبوع الجاي تسألي مجرب اسأي والله اسألي مجرب لا تسأل شخص نظريات دا ينطيك نظريات اني صار لي كذا سنة ادرس الطلاب ما راح ما راح يسمعونك غلط يقولك ها استاذ اي وقت امتحان الثلاثة يقوم هيك اسألك يعني مطفين مطفين تعرفش امعنا مطفي لا تقول الثلاثة راح حدد امتحان لا طب علي تقول السلام عليكم ان شاء الله راح نمتحن هذا الاسبوع فالامتحان راح يكون يوم الخميس انت يوم الاحد يوم الخميس منطهم مجال ووقت طويلة وكل زين تبارك استاذ با مو كل شي نكون صارمي لا بالعكس انت مو صارمي انت مرح تضحكينوا اياهم وراح تنطينهم يعني مجال وبالعكس يعني بشكل طيب انت مو كرهتهم ولكن يستعبوا اياهم بس انت بالعكس بالعكس يعني الاستاذ لازم يكون يعني صارم ولكن مو بطريقة مكروهة شلون ما اكون بطريقة مكروهة اني مرح اكون صارمي اللي يحتي كلمة اكثر راسة اللي يحتي كلمة لا انا مو هذا قصدي انه احنا لازم نكون مواضحين امام الطلاب لان الطلاب مطفين صراحة يعني عذرونا على هالمفردة بس الطلاب الطلاب المتوسطة والاعدادية مطفين مطفين يعني لازم تكون صريح امامهم جدا جدا صريح يعني ما تكون كلمتك اثنيا لازم تكون كلمتك واحدة اهم شي رأي الطلاب عليش فماني ما اتفق وياك بيش اشياء اتفق وياك بغير اشياء اوكي تاخذ رأي الطلاب ولكن بموضوع تحديد الامتحان وتحديد المواضيع الاساسية ابدا ما اتفق وياك اختلف وياك تماما وهذا كلامك غلط ومتأكداني انت ما مدرس ماندا لو مدرس طلاب شان عرفت شنو معنى هاي الكلمة رأي الطلاب مدائما يؤخذ رأي الطلاب يؤخذ بجانب اخر مثلا شونكم شخباركم شوكت عندكم امتحان هيش عدنا امتحان وكذا تفقت وياهم حددت امورك خلص حدد امتحان الموضوع انتهي اخذ رأيهم باشياء اخرى مثلا يعني باش ساعة مثلا تحبون ناخذ درس اوكي اخذ رأيهم وانته بعدين وراه اقفل بس انت من تجي تجي تقول لهم هاي اشتردون هاي لو هاي من تقول لهم باشي من تنطيهم مجال وتخيل القرار بين الطلاب الموضوع انتهى انت خلاص انت فشلت صراحة اما انه تاخذ الطلاب مثلا ها طلاب تمتحنون الثنين لو الثلاثاء هذا الشي صح علي غلط تماما هذا الشي انه انت تاخذ رأي الطلاب بامتحان او باشياء اساسية ثنين لو ثلاثاتهم تحنون غلط كنت احسن بتالي محمد نعم انا اقعد ااخذ الصف اول هو المدير الغطاني الصف اول زين طريقة الشرح يعني اشرح لهم بالانجليز والعربي يعني لها اشوف يعني هما ما تقدر تصروح لهم بانجليز لان مستواهم ضعيف يعني دائمًا حاول تشرح بالإنجليزي و تحكي كلمات مره بالعربي و مره تحكي إنجليزي يعني مثلًا نقولهم مثلًا من تحكي لهم كلمات إنجليزي مثلًا نقولهم اسكتوا، افتحوا كتابكم، سدوا كتابكم أكو كلمات أساسية ما احكي لهم بالإنجليزي ولكن الشرح احكي بالعربي صح هو 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 هان يعني هيش يعني مثلا قلوه مفتح الكتاب اي بالضبط منصح الصبورة مثلا هكذا يعني هيش يعني نعم اهنا شرح بالعرف نعم اهنا واحد معلق معرف القرار يكون حسب الموقف مرات نحتاج للصرامة والحدة ومرات نحتاج طلبة نعطي لطلبة حقهم ونسمع آراءهم طيب ممكن تنطيني شوقت نسمع آراء الطلاب خلي نسمع من عندك خلي نعرف اش وقت احنا راح نسمع ناخذ آراء الطلاب اللي يعلق هذا التعليق يا راتي يكمل تعليق يعني مريم شلون نضبط الصف اذا كان العدد شبير طبعا بالنسبة للعدد الشبير افضل حل هو انه يعني افضل حل انه اتفقوا ايهم شلون يعني اتفقوا يا طلاب سلام عليكم طلاب انطيهم اشياء اساسية يعني عود الطلاب انطيهم نظام علمك نظامهم طلابنا انا بالنسبة لي انتوا عددكم هوا لاحد يتكلم رجعا انطيهم مرة مرتين ثلاثة علمهم قلهم لاحد يتكلم واللي يتكلم راح يطلع برة ويروح للإدارة او راح اطلعه هنا واكتب اسمه واتصل ولي امره ويعني انطبي يعني اعاقبهم اهددهم اكثر من ثلاث مرات اربع مرات زين بهيج حالة بهيج حالة او كطلاب رغم هذا الشي ما راح يسكتون طيب بهيج حالة ش راح يسوي يعني شوف لك واحدا من الطلاب فعلا هو اتجاوز وفعلا هو خلنا نقول متجاوز عن الدرس هذا الطالب وكأنه سوي عبرة حقيقة يعني انا هيج اسوي بطريقتي انا هذا طريقة الخاصة يعني برأيي شخصي عندي طلاب عددهم خمسين خمسين طالب خمسة وخمسين طالب لا هو مو دائما اسلوب التخويف لا مو صحيح مو اكو احنا احنا اكو شغلة احنا مراح مراح نعلمهم على التخويف يعني دائما احنا راح نعلمهم على نظام ونشجعهم واريدكم طلاب وتشجيع وكلام لطيف وكلام حلو نشجعهم يا بطلابنا ريدكم صيرون كذا وكذا يعني هناك اشياء انه انت راح تصير استاذ وعلمهم ولكن اكو بعض الطلاب لازم تتعاملوا يهم بشكل خوف هذه الاشياء طبعا هنا اكو اشخاص دا يعلقون يعني احبار احترامنا لهم يعلقون وكأنه عايشين باليابان يحتي لك انت لازم تعتمد على الطلاب تاخذ رائيهم ولازم تاخذ كذا هذا بعده طالب تلقى مرحلة ثانية او مرحلة ثالثة ما احترامنا للمعلقين يعني فهذا الطالب هذا الشخص ما يعرف شنو معنى المدرسة يعني انت شايف طلاب المدرسة شنو من تحتي من تجي تقول اخذ رأيي الطلاب وخليهم هم يقررون انت شايف طلاب المدرسة انت شايف الهوسة اللي بالمدرسة انت تدري يفطرون الراس فطر لو لا انت تدري شنو نصير الهوسة والعياط والصياح تدري لو لا انت ما تدري انت قاعد هنا وورا تسمع تقرأ كتاب النحو والصوت والطعبال لكلفة الهاتشي لا يعني الجامعة الناس كبار الناس واعين بالضبط بالخصوص السنة هاي بالخصوص السنة هاي الاول جايت مرار اعتدائي يعني هو قامت السابس اصلا ما دارسي رحم الله والديك يعني يعني لا اخذ غلني استاذ اجدر اطلع برة يلاي اخذ روحم الله والله ذكرتني هسا ذكرتني هسا طبعاVIS انا ادرس طلاب ثانه متوسط ادرس طلاب ثانه متوسط يجي يقول الاستاذ استاذ اترك اخذ قلمي استاذ اهOut ضربني يعني يعني انتو ولا والله لا ي justify يعني لا احد احتمائه علي بإستاذ رابع رابع ونفس الحالة هم ضربني غلط عليه استاذ انت زين هذا شو انت تعامل ويا هذا هذا تحكي له تحكي له بالسلوب الكميليكيتيف والكذا وتعال يجب انت انت شقاها تحكي هذا الطالب اذا ما تعيط بي وتخوفه وصير شخصيتك قدامك قوية هذا ما رح تقدر ما رح تقدر تسيطر علي ابد لا لا هو يتوقع الاول متوسط مثل السادس اعدادي ومرحلة ثانية ومرحلة اولة جامعة يعني يعني فعلا انت ذكرتني انا حقيقة يعني الصف الاول متوسط والثاني متوسط يعني لدرجة انه ابتدائية اول ابتدائي ثاني ابتدائي نفس الشي تقريبا ماكو فرق يعني يعني تجي تقولي يا ابا باشر امتحان يقولك استاليش وقت الامتحان يعني ما انكو يشحي تسي اي فهاي المشكلة يعني يعني انت ليش انا قلت انا ليش قلت لهم خلي كلمتك بيدك لا تخلي بيد الطلاب الطالب من تنطي مجال ويمعلق لي طالب يقلي لا لا لازم تاخذ رأي الطلاب يعني انت انت هم الاول متوسط اي يعني استاخذ رأي طلاب انت هو 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 طلاب متعاركين هم طلاب متعاركين على قلم يقل لهذا قلم وذاك قلمي استاخذ رأيه بامتحان يعني لا مستحيل اي يعني ما اعرفاني حقيقة ايه كلا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة